خلال العامين الماضيين قتلت أربعة وعشرين امرأة على خلفية الشرف آخرهم كانت فتاة من ذوات الإعاقة في الخليل فهي استغلت جنسياً وأيضاً قتلت على خلفية ما يسمى بشرف العائلة عندما نتحدث عن قتل فتاة نتحدث عن الروح، عن قتل الروح، عن قتل الأحلام، تفاصيل يومية هذا الظلم الذي مورس على الفتاة يستكمله أيضاً القانون والقضاء وظلم المجتمع بالتالي، يعني في كثير من الأشخاص اللي بتفضل ما تتعامل أصلاً مع قساوة هاي الحقيقة رغم أنه التعامل معها ممكن يكون جزء من الحل أصبحنا في الأول الأخيرة منسمع أكثر عن هذه الحالات أكثر من السنوات السابقة اليوم بسعدنا نناقش هذا الموضوع مع منصقة عامة في طاقم شؤون المرأة السيدة عفاف زبدال، الله يصبح هيك بألف خير صبع الخير للجميع كيف أصبحتي؟ الحمد لله إن شاء الله كيف كانت الطريقة؟ يعني من أجمل مناطق بفلسطين من سباستيا؟ الحمد لله طريقة ميسرة اليوم، ما كان في حواجز ما في كان هذا من حظنا إذن الحمد لله بداية يعني استكمالاً لما بدأنا في هل فعلاً في الآون الأخير من قبل يعني من إطلاع أيضاً مؤسسات في المجتمع المدني عامل في هذا المجال فيه هناك تصاعد في وطيرة القتل الميساء؟ هلأ إحنا في عنا آخر إحصائية مركز الإرشاد القانون الاجتماعي رصدها أربعة وشرين خلال العام 2013 وليس خلال العامين أربعة وشرين ومثل ما حكيت أنه آخر جريمة يعني بكشر إلها كل الأبدان يعني جريمة قتل إنسانة معاقة واغتصبت يعني يعني بأي حق يعني أنه حدا يقتصب هاي الإنسانة يقتل هاي الإنسانة وهي فاقدة الأهلية العقلية هي إنسانة تحتاج إلى المساعدة تحتاج إلى المساندة تحتاج إلى كل وسائل وتشريعات اللي فعلا تحمي هاي الإنسانة فكيف أنها تقتل وكيف أنها تقتصب أصلا بكل أسف يعني وليست هي الجريمة الأولى هناك كمان جرائم سابقة قتلت فيها إنسانة اغتصبت فيها نساء معاقات أو فتيات معاقات إذا إحنا نتحدث عن إنه كل هذا الكم من الحالات القتل في هذا العام يمكن هذا كمان بضاعف جهود المؤسسات العاملة في هذا المجال وإحنا نتحدثنا عن مجتمعنا مجتمع بالإطار العام هو مجتمع محافظ مجتمع في كثير من الحالات القتل عم بتصير في مناطق مهمة شف مناطق في القرى وفي المدن في كل مكان هون سؤالي كيف من وجهة نظر يعني يمكن هلأ أنت بتمثلي عملك في طاقم شؤون المرأة وأيضا عمل في منطقة بتابعة لأي منطقة للمركز اللي بتشتغلي فيه إحنا بنشتغل في طاقم شؤون المرأة في كل مناطق وليك أنت بتشتغلي في أي مكان أنا في كل الضفة بشتغلي في كل الضفة كمان فهون بدي أسألك شو جهد نظركم كيف العمل لازم تتم من أجل يعني على الأقل التقليل من هذا العمل على إنهائها بشكل أساسي يعني هو بالأساس المفروض أن هذه القضايا هي قضايا ليست هي في إطار العمل للنسوي ويجب أن تكون هناك في الإطار العمل المجتمعي والعمل السياسي بشكل أساسي هي قضية مجتمعية وليست قضية نسوية يعني قضية حقوقية يعني بالدرجة الأولى بعمليا إحنا من خلال وجودنا في المنتدى أكيد كل جرائم القتل منحاول أنه نرفع الصوت فيها أنه لا يعني لا للقتل لا للاغتصاب لا لا الاعتداء على النساء لا للنظرة الدونية للمرأة لا للتبعية للمرأة كل هذه القضايا إحنا من نادي فيها بس إنه كمان في الأساس هي فيه أنه قانون كمان إحنا منحاول قدر الإمكان من خلال أنه قانون عقوبات من 1960 قانون العقوبات هذا ليس قانون فلسطيني ليس قانون هو قانون أردني قانون مجحف بحق المرأة قانون لا يتناسب مع العصر اللي إحنا موجودين فيه بالتالي ممكن يشكل القانون رادع بالنسبة لكل المناطق سؤالي عن القانون بالتحريد ويمكن إحنا حتى من خلال برنامجنا نقشنا موضوع القانون من ناحية كمان القانونية بشكل أساسي ولكن كمان نسمع في الفترة الأخيرة عن ضغط من قبل المؤسسات عن مسيرات نسوية عن الذهاب بورقة لمجلس التشريعي عقد لقاءات مع المجلس التشريعي هل هو الموضوع متوقف على توقيع على هذا القانون من مكتب نحن نعرف أن نجلس التشريعي هو معطل حاليا لكن هناك فيه ممكن يكون فيه قرار من الرئيس في إرادة سياسية تكون على التوقيع على هذا القانون قانون العقوبات القانون هذا بلوز القانون الوحيد اللي أجمعت عليه كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية على أساس أنه يتم التوقيع عليه لكن هنا فعلا أنا بحكي أنه يجب أن يكون هناك في إرادة سياسية في غياب التشريعي لماذا رأيك؟ يعني الموضوع هو أساسا هذا الطلب رفع للرئاسة لمكتب الرئيس ولم يوقع عليه هو قانون العقوبات بشمل حتى أمور متعلقة بالقتل في مختلف المجلة أعتقد أن هناك فيه ضغط عشائري أو ضغط بيكون اجتماعي يعني مثل ما حدث في الأردن بعد ما تم التوقيع على قانون العقوبات يعني فعلا أنه منصف للمرأة تم التراجع على بعض البنود المتعلقة في القانون نتيجة الضغط العشائري أعتقد أنه نحن بحاجة فعلا أنه يكون هناك فيه ضغط أكتر لأنه هاي النساء كل سنة مثل ما حكينا أنه بتزيد كل شهر وتحت مبررات يعني كثيرة يعني يوم يعني هو مش الشرف هو المبرر وحتى الشرف أنه بحق له أنه كمان يزهك روح إنساني تحت هذا المبرر وهي بتكونش يعني ملهاش علاقة في الموضوع حتى أنه فيه جهات قانونية جهات قضائية لاجب أنها هي التي تحاسب لو سألتك من الجانب الاجتماعي اللي كمان يعني زي ما أنت ذكرت في البداية هو العمل مش عمل نسوي ولا بذب عمل مجتمعي بالضبط ويمكن كتير مرات بنشعر بدي أسمع تعليقك على هذا الموضوع أنه حتى بس نحكي عن حالات قتل يومها بصير هذا الموضوع هو حدث نسمع أن الشباب بحكوا عنه الناس بحكي عنه وسائل الأعلام بتحكي عنه وتاني يوم يترك هذا الموضوع كأنه يبنسى يعني بتنسى الفتاة اللي فقدت حياتها وننسى هاي المشكلة الاجتماعية ونروح لموضوع يمكن آخر مختلف إيش وجدت نظركم أيضا من عدم تناول هذا الموضوع على مستوى فئات مختلفة في المجتمع وعلى مستوى حتى لو هلنا نخاطب الناس ببيوتهم هل إحنا بنحكي فيه إحنا ما بنحكي فيه يعني أنا بأنثم حكيت أنه هو بحاجة أواش نتحسس اجتماعي بحاجة أنه فعلا المجتمع حسن هاي القضية هي قضية بتهم كل شخص في المجتمع بغض النظر من أي فئة أو من أي موقع في المجتمع يعني هي المرأة إحنا المؤسسات النسوية يبترفع هذا الموضوع باستمرار يعني ليس صحيح أنه فقط أنه وقت الحادثة وقت الحادثة ممكن ترفع صوت ماء بشكل أعلى لكن هو موجود دائما على أجندة الحركة النسوية على أجندة المؤسسات الحقوقية لكن أنه بتم تناولها بشكل أكبر في الحوادث القتل أنا بتوقع أنه المجتمع فعلا أنه يعني ممكن أي إنسان يتعرض في المجتمع على هاي الحادثة وبالتالي لجب أنه يكون فعلا فيه قوة ضغط كبيرة من المجتمع تجاه حوادث قتل الفتيات أو جرائم قتل الفتيات بالأصلاح هل من خلال عملك تشعري أنه ممكن أنه المرأة تلام على جانب من الصمت يعني فيه اضطهاد يمارس عليها وبالتالي بتكون النتيجة هي صمت كمان الأمرأة نتيجة خوف نتيجة ضغوطات اجتماعية تعرضها للأسف الشديد هو المجتمع بلوم دامن المرأة يعني حتى المقتصبة بلومها في جوانب متعددة بلوم المرأة يعني حتى كتلت في الخليل يعني حدثت إنها الأم كتلت أنا ما أعتقدش إنها الأم كتلت أنا أعتقد أنه هناك مورس الضغط على الأم حتى إنها تتبنى هاي القضية أو إنها لموها إنها قصرت في رعاية بنتها المعاقة ما تطلع على إنها المعاقة هاي إنها هي المفروض إنها تكون هي محمية في القانون محمية في الأسرة محمية في المجتمع طلع إنه بلوم الأم وبالتالي في هناك كثير من القضايا إلا فعلا فيها صمت خوف إنها هاي القضايا من ظهرة إنها فعلا تلام دائما الفتاة إضافة إلا هناك إذا ظهرت هاي القضايا مين بحمي هاي القضايا هل هناك في عنا دور في عنا قانون في عنا مؤسسات تحمي القضايا اللي بتظهر وبتقول لأ لمغتصبها أو لا لا اعتداء عليها لا تتحرش فيها هاي كمان قضايا إحنا لاجب إنه ناقشها لازم إنا نضغط إنه فعلا إذا مشان المرأة تقدر أو البنت والفتاة إنها تقدر تتعبر وتحكي عن ما تتعرض إلوه سواء في داخل الأسرة أو في العمل أو في الشارع وينما كان إنها تقدر تكون لأ لازم إنها تعرف إنه هناك فيه حدا بحميها نستكمل حديثنا عن هذا النقطة بالتحديد والخاطب كمان كل النساء اللي بحضرونها لكن عنا موجز على رأس الساعة مع الزميل سلام سلام ألي صباحك بألف خير صباح الخير لكيراند وليسيدة المشاهدين إلى حضراتكم موجزا بيهم الأنباء إذن مستكملين حديثنا مع دفتنا المناسقة العامة في تاقم شؤون مرأة السيدة عفاف والحديث عن ما يسمى قتل النساء على خلفية الشرف وتحدثنا إنه وكما ذكرت لنا إنه في هناك 24 حالة خلال هذا العام وربما هذا مؤشر على أيضا زيادة هذا العنف سؤالي هنا يعني إنه هذه الحالات وهذه الأحداث اللي بتصير بتعطي أيضا باللاوعي في الأخلال المجتمع كله سواء صغار كبار قوة للرجل أيضا يعني معاقبة الرجل يعني هذا هاي حقوق يعني واجب هاي حقوق لازم تكون حقوق إنه شعورنا بالتساوي حقوق إنه المذنب يعاقب أيضا فبالتالي إحنا منتجه حول مجتمع بشبهناش بشبهش عاداتنا بشبهش تقاليدنا بشبهش تاريخنا أيضا صحيح يعني نلاحظ أنه مجتمعنا هم مجتمع ذكيري يعني بالدرجة الأولى فالنظرة للمرأة للأسف الشديد رغم كل الثقافة رغم كل التعلم رغم كل التقدم اللي أحرزت المرأة بس لما يزال ينظر إليها بشكل دوني يعني وأساس يعني هو القتل أساس العنف ضد المرأة كل ياته هو من خلال هاي النظرة النظرة الدونية للمرأة وبالتالي إنه إحنا المجتمع للأسف الشديد المرأة لازم منها تكون تابعة يحق للرجل أن يتحكم يتملك المرأة يتملك جسدها يتملك كل شيء فيها وبالتالي يحق له أنه يغتصبها وحق له أن يقتلها وحق له أن يضربها وبالتالي كل هاي القضايا يعني ما بتعطي فعلا مؤشر أنه بالأمان للمرأة لا بيعطيش مؤشر أنه فعلا المرأة هي كإنساني لها نفس الحق للرجل عندما تخطئ المرأة والرجل يتعاقب المرأة والرجل يبقى ويخطئ مع أخريات للأسف الشديد وهذا في مجتمعنا كثير حدث المشكلة كمان أنه إحنا بنروح في ناحية التطور من ناحية التعليم من ناحية الصحة هذا لا يعني أي شيء مقابل هذا التراجع للأسف الشديد ما نعكس على منظومتنا الاجتماعية للأسف الشديد يعني بشكل كبير والمرأة مناضلة كمان طبعا طبعا يعني خرجت للنضال خرجت الدافع عن بلدها خرجت للتعليم وبأعلى المستويات وتفوق الرجل يعني في بعض الأحيان والموضوع ليس منافسة ولكن حقوقها متساوية صحيح كيف يطلع عليها كإنسانة حق الحياة حق أساسي يعني ممنوع حدا يقرب عليه هذا حقها والحقوقها كإنسانة يجب أنها فعلا أنه يتم النظر إليها بشكل متساوية مع الرجل طيب أنا يعني بدي أسألك سؤال كمان وتعليقك عليه من ناحية أنه عمل لمؤسسات المجتمع المدني يعني دائما يتم العمل مع النساء وهذا جدا مهم مهم معرفة النساء بحقوقهم بإشيز يعني كيف لازم يدافع عن حالهم كيف هم كمان إذا المجتمع عطاهم شعور أنه بالضعف كمان لازم يكون فيه هناك محفزات وداعم أنهم يشعروا بقوة ولكن العمل مع الطرف الآخر اللي هو عملين اللي عم بمارس العنف على المرأة إيش وشك نظرك كبير صحيح أنا بأكد يعني هذا الموضوع وبأيدك فيه وطلعت على نتائج كثير من الأبحاث وأثناء ورش العمل وأثناء اللقاءات مع الناس إنه فعلا النساء هي بتقولنا ما تحكوا معنا لحالنا إحكوا مع الرجال إحكوا مع الشباب إحكوا فعلا روحوا على المدارس استقفوا الطالبات والطلاب في المدارس لحقوقهم لواجباتهم كيف يحترموا المرأة كيف كل هاي القضايا مهم جدا نشتغل مع الفات مثل ما حكينا إذا إحنا خرجنا موضوع قضايا المرأة من قضايا نسوية لقضايا مجتمعية معناته هذا الحكي فيه بديكون كل المؤسسات كل المجتمع مسؤول عن هاي القضية وبالتالي هي مسؤولية مجتمعية بأكد عليها ويعني كل الناس بتحضرنا وبتقول هلا كمان يمكن هذا مش موجود هذا مش حقيقي الموضوع بسيط كل شخص حط حاله محل الشخص اللي تم الاعتداء عليه وقتله تم الاعتداء عليه جنسيا وثم تم قتله بظروف كمان غامضة وعادة تم تمش السماح أصلا للدخول بالتفاصيل موقف كمان أنا سمعته من عامل يعني من موظفة أيضا في طاقم شؤون المرأة بتقول إنه التقت مع طفل صغير وكانت عم تحكي معه في هذا الموضوع يعني من باب أيضا التوعية فطفل صغير في أحد المدارس بيقولها إنه أنا مع قتل النساء إذا المرأة بتستحق قتل لأنه تربى هيك لأنه المجتمع بربي أولادهم إنه هو الولد يكون أعلى من البنت كيف بيطلع على البنت كيف ممكن نشوف في داخل الاسرة كيف الأب والأخ بيطلعوا أو بيمارسوا وسلوكهم تجاه النساء هو سلوك فيه منوع من العنف وفيه منوع من النظر الدوني أنا لو بدنا نفترض هللا أنه بدنا نسمع منك رسالة لكل الأشخاص اللي بيحضرونها أولهم الذكور وثانيهم النساء والأطفال كيف تتحدث لهم بما يتعلق في هذا الموضوع فيه كمان أهمية أنه ناقش هاي الموضيع أهمية ناخد هذا الموضوع ونناقشه ونعرف مين الظالم ومين المظلوم في هاي الحالة أنا بتتحدث أول إشي أنه الموضوع بمس كل شخص فينا يعني ما نقول إنه إحنا في 24 حالة ممكن أي إنسان متعرض لهذه الحالة الشغل الثاني إنه هذا الموضوع هو موضوع بهم كل الناس يجب أن يكون هناك فيه نشتغل مع بعض كلياتنا كل المجتمع اتجاه قانون بين المرأة والرجل بعاقب المرأة والرجل بنفس المستوى وبالتالي هاي قضية هي قضية مجتمعية قضية لازم إنه كلياتنا نشتغل ونرفع صوتنا عالي مش بس في وقت مثل ما حكيتي في وقت القتل يعني وتكون هذا موضوع دائم للمؤسسات وشغل هاي الشغل أنا بدي أشكرك جزيلا شكر على هذه المداخلة وفعلا هناك توصية إنه يجب العمل مع كل فئات المجتمع حتى المستات في مدرسهم كل ياخد يعني كل شخص ياخد من موقعه أهمية إنه اللي بكتب يكتب على الموضوع واللي برسم يرسم على الموضوع واللي بعلم يعلم عن هذا الموضوع وما بنفع ترجاه لهذا الموضوع 24 حالة قتل بعام واحد بفلسطين هذا بيعني إنه لا التطور في التعليم يعني شيء لا التطور في التمدن ولا في العملان يعني شيء التطور لازم يكون في الحد من هذه الظاهرة لأشكرك جزيلا شكر معنا لهذا اليوم بتمنى لك أكيد نهار سعيد رح ننتقل إلى فاصل ونستكمل فقرات نكون معنا شكرا لك